تعتبر رؤية السعودية 2030 رؤية استراتيجية وطموحة وضعتها المملكة العربية السعودية لتحقيق تحول شامل في اقتصادها ومجتمعها على مدى العقود المقبلة هذا وتمثل رؤية السعودية 2030 السعية نحو التنويع الاقتصادي وتحقيق التميز في مختلف المجالات المزيد من التفاصيل مع الزميلة ريم جناحي وضع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية رؤية السعودية 2030 وتعتبر هذه الرؤية خارطة طريق تعزز نقاط القوة التي تمتلكها السعودية الشقيقة هذه الخطة الطموحة تتضمن ستة أهداف عامة ضمن ثلاثة محاور رئيسة تعزز القيام الإسلامية والهوية الوطنية هو أول أهداف الرؤية فالمجتمع المتماسك السعيد هو أهم أسس الازدهار الاقتصادي ويكون مواطنه مسؤولا وجذوره راسخة تستند إلى قيام الإسلام السمحة والفخر بالوطن ويعتز بالتراث والثقافة السعودية كما ركزت الخطة على الرفاهية الصحية والنفسية والاجتماعية كأولوية ولهذا من صميمها أن يتمتع الجميع بجودة حياة عالية وصحية وبيئة عامرة تقع المملكة في ملتقى الطرق بين ثلاث قرات وتسهم الرؤية من خلال هدف تنمية وتنوع الاقتصاد في أن يكون موقعها فاعلا لتصبح مركزا رئيسيا للتجارة الدولية ولتطلق شركات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات أيضا مكنت الرؤية شباب الوطن من المشاركة الفاعلة في جميع القطاعات ورسمت مستقبلا واعدا يصنعونه بأيديهم حيث دفعت تقافة الابتكار والمثابرة ووفرت فرصا مميزة للنمو وعملت على توليد وظائف نوعية كما تعزز الرؤية من وجود حكومة فاعلة وشفافة ومسؤولة تحفز على المواطنة وتشجع المجتمع بجميع فئاته وقطاعته على القيام بدورهم وأخذ زمامة المبادرة لاكتشاف الفرص واستثمارها للنهوض بالوطن وآخر أهداف هذه الرؤية هو التحفز على بناء الوطن حيث يبقى القطاع غير الربحي جزءا مهما من المجتمع ويدي دورا حاسما في تلبية الاحتياجات المجتمعية والرقي بالمجتمع تسعى رؤية السعودية 2030 عبر جهود عديدة ومتنوعة للوصول إلى اقتصاد مزدهر يقود نحو وطن طموح ومجتمع حيوي شكرا لكم